نادا الحوفي نادا الحوفي نادا الحوفي منها 6 هدايا ست بنات مولاً نادا الحوفي مصري بغض النظر احنا بنجيب المواد الخام من بره بس هي كلها مصري الساشن دي كلها تحضير عشان في الاخر نوصل ان احنا نحط الكي برادكت اللي هو النانو تيكنولوجي بيزد او البرادكت اللي معمول بتقنية النانو طب ليه تقنية النانو ترجمي اذا حافين النانو دي عارف الملي عارف الملي زغير ازاي النانو ده واحد على مليون من الملي اوكي فده معناه ان انا بوصل لكل الغيزة الوشك عايزه في شكل حاجات زغنونة جدا عشان ادحك على جلدك وما يفتكرش ان انا حاجة جاي من بره فيدخلني الجو ويوصل كل الحاجات الحلوة دي لبشرتك من جو ايه دي علي الوقت هي بتعمل ايه على الهوان بصي بقى اول حاجة في روتينك باي صورة من الصور لازم تنظفي وشك فالخطوة الاولانية دي خطوة الكلينزينج او التنظيف ليه نشيل الميكوب ونشيل التراب ونشيل الديرتس ونشيل لو فيه اي جرنز او جرسين جات على وشك كل ده نشيله بالزبط نعمل ايه بعد دي ها هي هتعمل انا هو بصعافة بالزبط بعد ما بنعمل عملية الكلينينج دي ولازم تتعمل بحركات دائرية عشان تبدأ تحفز الدورة الدموية بتاعتك عشان المنظف نفسه فيه كله حاجات طبيعية ومستخلصات طبيعية زي الكامومايل زي زبدة المنجا كلها حاجات طبيعية وشك محتاجها بيديكي فيتامينز اللي انتي ما بتوصلوش بالاكل بيديكي المانرالز اللي ما بتوصلوش بالاكل بيديكي البريتينز اللي بشرتك محتاجاها واهم من كل ده بيحفز انتاج الكلينج جوا بشرتك فبدل ما تروحي تعملي فيلر والفلر ده يشد بشرتك واول ما يروح تلاقي بشرتك اجي عدد اكتر ما كانت لا انا بحفز وشك بقوله اعمل الكلين بتاعك اعمل الفلر بتاعك لوحدك الطبيعي الطبيعي فيبقى نتيجة الجلسة دي ان الوش يشد الوش يشد ومع الاستمرار تبقى دي طبيعته خلاص ده شكله انت حفزتي يعني بصي يا ردوة اسهل حاجة في الدنيا ان انا ك فورميليشن ساينتست او كعالم تحضيرات ان انا اجيب الحاجة جاهزة زي الكلجين وديك يقول خد يحطي مغرقه انت عالم تحضيرات اه يفسي يا ترى دي كملي ها ها الله الله ها وبدالس في الجمع كمير ديله اه انا هتكمل فاسهل حاجة ان انا اديك الحاجة من بره بس تخيالي كده يا ردوة ان انا كل يوم الصبح بصحيكي وديكي الساندوش في بقك بعد سنة صحيتي يا ردو ملقتنيش هتخن مبدأ ايه ومش هتعرفي تعملي الساندوش لنفسك صح اه اتعويتي نك تخديما بره جسمك كمان كده لو انا بديله الكالجين وبيديله الهايلورانيك اسد زي ما الناس كده مبسوطة قوي انا مش تريه ده بالكالجين مش تريه ده بالهايلورانيك اسد لو انا بديه لك بس لو بطلتيني هتعجزي اكتر ما كنتي لاني انت عاودتي وشك ما يعملش ياخد بس الجلسة دي بتعود وشك يعمل ما ياخدش ياخد فوايد المفروض توصله بالاكل فانا بجيبها له خد على طول ولكن في الوش فيحفز الكالجين والهايلورانيك اسد بتاعنا اصلا احنا اصلا مولودين بيه اللي انت اصلا مولودة فيه وبشرتك فيها كالجين وفيها هيلورانيك اسد انا بحفز الخلايا اللي بتنتجه اللي هي بتعمله دلوقتي وده الخطوة التانية بعد التنظيف هي خطوة السكرابينج ودي خطوة لازم تتعامل مرة المرتين لتلاتة في الاسبوع اكوردين لطبيعة وشك طب الخطوة دي بتعمل ايه اول حاجة بتشيل الخلايا الميت بتنظف المسام بتاعت بشرتك من اي حاجة دخلت جواها لو انتي ماشي عن الزندة مش هتلالك حبوب اصلا الناس اللي بتشتكي من الحبوب وبتشتكي ان هي بيقعن ده حبوب تحت الجلد انتي اصلا لو ماشي على الروتين ده اساسا ده مش هتلاع لك صحيح فبتشيل كل الخلايا الميتة وبتعمل تنظيف للبشرة بطريقتين تنظيف زيتي عشان هو البرودك ده كده فيه جزء زيتي وفيه جزء مائي فبينضف الحاجات الزيتية زي الميكب وينضف الحاجات المائية زي الاوساخ والحاجات اللي دات على وجه بتطول اليوم حل وفي نفس الوقت بيفتح المسام وفيه حاجة بقى خطيرة انه بيجيب البكتيريا من جوه او السموم اللي جوه بشرتك بيجيبها من جوه ويطلع بيها بره وانتي بتشلي وده بسبب الحاجات اللي بنقول عليها مصة اللي موجودة فيه زي الفحم وزي الطامي المغربي وفي نفس الوقت بيقشر خفيف عشان فيه مستخلص الكركدي وده حاجة خطيرة سيبك انت الكركدي طعمه حل بس هو حاجة خطيرة لبشرتك وبيوحد لون البشرة وبيشدها المانجو باتر او زبدة المانجا دي كانز رهيب بتدخل تدي بشرتك كل اللي هي عايزة وتفضل تعمل لها كده كولوجين 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 وتبص يتلاقي بشرتك مع الاستمرار على الروتين الطبيعي بتاعنا هي مجدودة الطبيعي بتاعنا هي هالثي يعني تشد الوش بكملة تخييني انت الفيلر بيعمل ايه ردوة هو عبار عن انه جان بيدخل جوه يسحب الماء من جسمك وينفش فيعمل ايه يبقى شدد لك بشرتك هو ده بقى بيخلي بشرتك نفسها تعمل ده من جوه منها فيها طب والمفهود انا استمر بقى على ده اولا ده نتيكتو بتبان بعد قد ايه بصي بقى ده حتشوفي نتيكتو انت دلوقتي بعد الساشن بس انت عايز بشرتك تفضل كده على طول صح يبقى لازم تستمري على الروتين ده كل قديمة فتعملي اكوين بقى لطبيعة بشرتك فيه بشرة تعمل الجلسة دي كل اسبوع وانا متطمن عليها ومرتاعة البشرة ايه البشرة اللي مش حساسة حل حلوة كده البشرة الحساسة ما اقدرش عمل لها الروتين ده كل اسبوع كل قديمة فاديها كل عشرة ايام والدهنية والبشرة ميزة بقى ايه بصي ما هو ده ميزة انت تبقى عارفة ايه اللي بيحصل من المنتجات زي جوه بشرتك البشرة الدهنية مشكلتها الاساسية انها تطلع لي حبوب صح كل المستخلصات والزيوت اللي موجودة في المنتجات بتاعتنا نان كومودوجانا يعني ايه ما بتسدش المسام فما تعملش حبوب بالعكس لو عندك حبوب تشيلها عندي حباية هنا يا اختي تعالي لي بقى اجيلك يوم الحد ده ايه تيجي في اليوم اللي انت عايز عندي حباية مضايقاني ان هو طلعاني بقى لها بصي انسيها منذ الطفولة طلعاني بقى لها شهر اجيبها يمين اجيبها انسيها لو انت ماشي على الروتين ده مش هتشوفيها اصلا طيب بتيجي ناخد واحنا شغالين كده يعني الوقتي قبل بس ما اخد التاليفونات اللي بيحصل ده نشيل حبوب يشد الوش يطلع الكلاجين الطبيعي اللي موجود اصلا في السكن او في البشرة يستفز وشك يطلع يستفزوا ماذا يحاجة تستفزوا فعلا انا مش لقين حد يستفزنا كان ناسي بتاع ده قولي يستفزنا فعلا انا عايشين في رخاء رعيب طيب بيستفز الكولاجين في وش قلت اي رابع حاجة ايه بيخلي البشرة نضرة بيدي الوش نوع من النضار بيبنورة اه انا عايزة نور انا هنور يلا ايه تالي عملتو ده ايه اللي حطيتو على عينيها اهو ده ما بيتعاملش تحت العين لا بيتعامل اللي احنا بنتكلم عليه اللي هي اخر خطوة هتشوفيها احنا بنعملها تحت العين عشان الهانات السودة وبنعملها في المنطقة دي عشان نرفعها انا حبات حالة انا مش حالة انت وكروه انا حبات انا حبات انا حبات عن دي سودة ايه طيب ايه اللي هي بيرفع دول اهه مع الاستمرار يعني جلسة في التانية في التالتة تبسي تلاقي ده مرفوع تبسي تلاقي دي عاملة كده تبسي تلاقي الخط ده بدأ يختفي الخطين اللي هنا دول يبدأوا يختفوا اللي هنا دول يبدأوا يختفوا بعد قديبه يبتدوا يختفوا بسبسي حتبدأي تحسي أراون تالت جلسة اللي هي بدا بيختفوا انتي كده كده الإفاكت بتشوفيه بعد الجلسة يعني انت بعد الكلزة هتلاقي الوش مشدود وتحسي كأنه تمالة من جوة وتحاتلاقي مفتح وحتلاقي كل المسامل فيه مأثلة طب وعند سؤال ينفع حط ميكوب بعدية بقد إيه لا على الأقل ثلاث ساعات ثلاث ساعات بس؟ ها يعني أنا ممكن جديك قبل الحلقة الصبر بالزبط وخلص وجدي ويجري بقى تعملي الحلقة بعد الظهر إيه ده سيسادي طب والشمس لازم نحق بصي انت روتينك اليوم لازم بقى فيه سام بلق صحيح بس التعرض للشمس بقى لا مدام انت حط سام بلق مفيش مشكلة ولكن أنا أصلا مش هقدر حط سام بلق غير من تاني يوم تاني يوم مش هحطه على طول في نفس اليوم الحموم أخباره ايه؟ كله كله تمام بس بعد قد إيه ثلاث ساعات يلا لو حددك عايزة بشرة نادرة تملى تستفز الكولاجين احنا عايزين نستفز الكولاجين ده عدتك ده أكتر حاجة عايزة استفز كلين عايزين نستفزوا عشان نبدأ الزغيرين تستفز الكولاجين يا بنتي عايزة تستفز الكولاجين الخطوط تبتدي تروح الصوري الحبوب تروح تشدي وشك بدل البوتيكس والفيلرز هيا دي جلسة النانو لت أنجلو لت أنجلو يلا يلا ناخد أول هبة هيا هبة كل سنة وانتي طيبة بيبو وانتي طيبة عجبك الساشن دي يا بيبو صحفة يا دورة عبيب قلب مامي عندنا حبوب أو عندنا حاجات لا مع حمد لله ما شاء الله اللهم بارك طب بيبي احنا كتبنا أول جلسة أو أول ساشن هدية من لت أنجلو هتروحي تعملي اللي بيحصل دلوقتي حالا على الشاشة وتبعاتي بقى تقولي لنا النتيجة ايه حتنورينا يا هبة حتبعاتي تقولي لي يا بيبو بيبو فرع جيجي خليك معي في الكنترول حنونا هبة ردوة حبيبي زي حنونا حبيبي قلب مامي ردوة أنا سعيدة إن أنا كلمتك أنا أقدر أقولك أنا سعيدة قد إيه أنت تبطبت عليها في وقت كنت محتاجة كيسي جدا يا ردوة بجد يا حبيبة قلبي أنا ناس ردوة بجد أنت كنت عودت لي عن ماما والله يا ردوة بجد تحديدت يا ربنا خليك إلي يا ردوة مش عارفة قولك أنا مش سايا سلمة قولك إن أنا وصلت لك بجد أنت تبطبت عليها في عشرين تلاتة وعشرين بجد أنا بحبك يا حنان وأنا بحبك أنا أتمنى بعد الحلقة كلميني يا ربوة بجد الله عليك يكلميني حاضر طب ممكن تسيبينهم من طب إنتي عايزة الإختراضة ولا أطبعا أطبعا خلاص تروح تنعنيشي نفسك وتزبطي كده أمورك ووشك ونستفذك كل جد مع بعض أنا وإنتي حنونا في ليت أنجلو ولو سمحتي أستاذينك تسيبي ده من تليفونك وأنا هكلمينك وسأنا بتكلم من تليفون أردي يا جماعة عشان أنا أكلم كثير قوي حدش بيرد علي بعض الحلقات مبروك على حنونا تانيه دي من ليت أنجلو الجلسة بتاعت النانو اسمها؟ اسمها إيه يا حبيب؟ ليت أنجلو نانو تاك ليت أنجلو نانو تاك ليت أنجلو نانو نانو تاك مايش يا ناد ناخد أه أه هي لسم غطيها نية صعب؟ لسم غطيها نية صعب؟ هو تغطية العينين دي معمولة لي لأن احنا بنحط الستيم أو البخار دوت العدد معين من الدقايق على حسب طبيعة كل بشرة لأن بعد ما احنا فتحنا المسان دي كلها عايدين نطلع بقى كل الحاجة اللي جوه اللي ما طلعتش بالسكراب وهي البتاعة اللي معاها ده ده اللي بيتشال بيه الحبوب بيتشال بيه البلاك هادز والوايت هادز اللي هو بشرة أيوه أنا عرفاه ده أنا عرفاه لأن ده ما بيوجعش لا 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 ما بيوجعش أيوه أنا عرفة أنا جربت كل الحاجات عشان أعرف إيه اللي ما يوجعش عشان أنا أعدي بشكل لا ما تقلق إيش مش هتتوجعي فده اللي هي بتعمله دلوقتي بعد بقى ما فتحنا كله وطلعنا كل التوكسين وكل الحاجات اللي مش نضيفة جول برش السنوم ها نبقى متأكدين إن إحنا شلناها فالحاجات اللي ما طلعتش لوحدها السكرابينج هل بنبدأ إن إحنا نشيلها بديف السشن بس إفريدي من إنتي في البيت الله دعمت أنا حواجبه ها وعايز أقولك إن إحنا النانو تاك ما بنعملوش في البشرة بس إحنا عندنا يعني أتشيف منت راهيبة في الشعر إحنا بنعمل نانو تاك للشعر كمان إيه وإيه وإيه كل الناس اللي عندها تساقط أنا عندي اسم 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 ما تحريش حلقة جاية أوكي مش هنحرق الهار طب ولو قلت لك إني في بادي حلقة تالتة بقى اصبري علي أنا ده ما تجريش مني نشوف ده وبعدين نعمل بتاع الشعر وبعدين نعمل بتاع اتفقنا أوكي طيب ناخد حبيبة حالو هيا بيبة هيا بحبك جدا يا ردو والله يا روح قلبي انت يا بيبة بصوطة جدا حايل لنا كده موه I love you يا بيبة I love you عندك كم سنة يا حبيب عندك يوم السنة يا غدوتي يا حبيبة قلبي يومي انت والله بيبة حافظة تعملي الكلام ده النانو اللاتنجلو نانو اه نانو تاك نانو تاك نانو تاك بيبة عندنا حبوب أو حاجة اي بس لبايزة خاصة من الشمس ومسامواتها وكيتش طب بقول لي كيبتش بيبة مكانك عندنا يا بيبة مكانك عندنا يا بيبة انت جاتي مكانت صحيب مكانك عندنا يا بيبة لتنجلو والله يا منك كل الحاجات I love you I love you too والله يا بحثك كتن عبابتي خليك معي ياخدوا بياتك في كنترول مبروك عليك يا بيبو ثالث هداية من لتنجلو السنة بتاعهم النانو تاك هاخد بتعمل ايه بتشيل النيدل بصي بقى اخر خطوة في تنظيف البلاك هاتز والوايت هاتز الحاجات ال very very deep العميقة جدا عشان نبقى متأكدين دي خلاص بشرتك بقت صفية وانتي تخرجي من عندنا مبسوطة اخر حاجة خالص بقى التي زون اللي هي المنطقة دي ودي ودي دي بنقول عليها اكتر اماكن طب سايا ساكل حاجة الاختراع اللي هي بتعمله ده بيقول ان هو بيحفر الوش ده يعتمد على الاسباشيالست ايد البنت طبعا اه طبعا ايه ما ناس جالها منها عيوب انما الالتكنيشن اللي شغال الاسباشيالست اللي شغالي كل الاسباشيالست عندنا راغدين تدريب وفي منهم يعني راغدين فجولي يعني مش عايزة اقول اسماء يعني مع الدين يعني طبعا طبعا وكله باشراف ده وكله باشراف ده كترة جلدية يعني اي حد بيجي عندنا يعمل باكيج سواء لوشه او لشعره بيبقى من ضمن الباكيج زيارات لدكتور الجلدية ودكتور التغذية عشان احنا في الاخر جمالنا مش خارجي بس هو هي سايتر صح صح يلا ناخد يارا عيو يو يا روزي كل سنة وانتي طيبة يا عم يا عم كل سنة وانتي طيبة وعم سعيد عليك يا حبيبي وعليكي كده يا جميلة ودائما منورة يروح قلبي يارتي بيقولي بكلمينا من السويس او إلا زازة دي ستات والبالب يتفرجوا علينا في السويس تمام انا نفسي اعمل تنضيف باش دي بساعة تعمل تنضيف باش فرع التجمح ارايب لك والماما كمان صداي معا يارا معا انا موافقين على فكرة ده ماما اهم من يارا انا موافقين انا موافقين اهي ماما اهم من يالا مبروك عليك يا يو يو اتي ماما من لتنجلو مبروك عليك يا قلبي خليك معا ياخدوا بياناتك في الكنترول حلوة ده فزيع انت بدأتي تحسي بالفرد اه الخطوة اللي هي بتعملها دلوقتي دي خطوة التونر التونر ده هدفه ان يشيل اخر تريسز او اخر بوائي من الحاجات اللي هي ديرتس او الحاجات المش نضيفة جواه بشرتك ويبدأ يقفل المسام اوكي و بعدين هو كمان فيه مستخلصات الكاركا دي مع اللافندر مع الالو اللي هو السبار كل الحاجات دي بتعمل توننج انا ملخوطة منك انا جاية انا بيتة عندك ناخد امل هيا امولا والسائل هنا يا روح قلبي من السويس برضو اوه انت بتتفرجوا عينا في السويس كتير قوي كده او كل سنة انت طيبة كل سنة وانت طيبة ووعيد سعيد وسنة سعيدة وحياة سعيدة عليك انت وحبيبك و اهلك و جرانك وصحابك وكل الناس امولا يا حبيبتي عليك وعلى كل الناس ومصر وكل العالم يا رب اللهم امين يا رب امولا عجبك الحركات اللي بتحصل دي اه جميلة قوي اديلو امولا كسبنا اخر هداية من لت انجلو خليك معي يا روح ياخدوا بياناتك في الكنترول مبروك على الست بيانات او الست ستات لا في الابل دي كانت بصي بقى اه مبروك عليهم كلهم الهداية الحلوة لانا متأكدة ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله بإذن الله نحن نستفيد منها بصيتنا هتشد تبقى احسن تبقى احلى الحبوب ننور نطلع نور نستفزي كولاجن انا هسترس هسترس على موضوع استفزاز الكولاجن الكولاجن ده نشوف نبطل استفزاز في الناس والاستفزز بالكولاجن بصبت بكولاجن الكولاجن هو الحاجة بعيدة اللي واستفزناها هتنفعنا والنفيقة بتبقى مدمونة الحاجات التانية لو نستفزها بتبقى عدو مش مدمونة لا بترد علينا لما هتستفزي عاجات تانية هتحرق دمينه وحتشدي في شعرك فاستفزي الكولاجين تشدي في وشك بدلا ما تستفزي في الكائرات التانية وتشدي في شعرك الاسفة 23 وده اللي بقى سلوجن بتاعنا الماسك ده بقى خلاص احنا نظفنا كويس جدا وقفلنا المسام بيعمل يعني بيعمل ترطيب عميق جدا للبشرة عشان بقى احنا قشرنا وشلنا حاجات كتير دي فرصتنا دلوقتي ندخل كل الحاجات المهمة فحنعمل الترطيب والترطيب بنعمله مع مساج ليه؟ عشان نشد برضو يبقى نشد نحفز الدورة الدموية يلا تعالي استعدي عشان انا حديك دلوقتي واجبة خطيرة اللي هي النانوتاك يا حلاوة هتنم اني نعافيه وش نعرف الصحية نعم اصلا يلا قادر لنا حطوة تانية اه اخر حاجة بقى النانوتاك هتشيل داوين ايه ونحط النانوتاك ونحط النانوتاك نانوتاك بسرعة كده النانوتاك دوات عبارة عن ان هو عادة او في التحضيرات النانوتاك دايما بيتعامل بمواد كلها او 3 ارباحة صناعية فصحيح احنا في صناعة الادوية دي بتبقى مهمة بس في التجميل الترند بتاع العالم كله كل ما بقيت اكو او كل ما بقيت مشي ان انت جرين بتحفظي على البيئة بتحفظي بتستعملين كل حاجة طبيعية كل ما بقيت متميزة فاننا نتجي بتاعنا كله طبيعي كله طبيعي كله طبيعي ما فوش اي حاجة صناعية كله فيتامينز ومانورز وزيوت وكله حاجات ومستخلصات كلها طبيعية وكلها احنا اللي بنعملها بنعمله ايزاي؟ بنعمله ايزاي؟ بنعمله ايزاي بتكنيك اسمه مايكرو نيدلينك ايه المايكرو نيدلينك ده؟ ربنا خلق لك وشك مقفول يعني ايه؟ مش سهل اي حاجة تدخل من برا لجوه وده تشالنج لكل العلماء ازاي يعدوا الحاجات من برا لجوه المايكرو نيدلينك ده مع النانو تكنولوجي بيساعدك ليه؟ برا عن انو نيدلز ونونة قوي او دبابيز ونونة جدا كأنها بتزغزغيك بتعدي على البشرة فبتعمل ايه؟ بتدي إيحاء غلط للبشرة الحق انت تعورتي فتجري على المخ الحق اني انا تعورت يقوم المخ راجع لها ايه لها ايه؟ لأ صلاحي نفسك بسرعة بسرعة خلي الخلايا الجزائية اللي عندك تعمل لك وتعمل لك هايليورانيك أسد علشان يعمل ايه؟ يملى التعوير ان انت تعورتيها بس اين رياليتي انت ما تعورتيش انا عملت فتحات زغنانة ادخل منها ان انا نتاكل اللي هو حتة زغنانة او دي هتبقى مشكلة فوصله هتبقى مشكلة لا اسكوتي انا بخاف اكتر منك ده انا ادمنت انت هتجربوس انت هتبصي عديد الوقت ولا اي حاجة كأنك بالضبط عارفة بالضبط يا رادو بتعملي ايه؟ عمرك مسكتي تيشو خشن اهدي بقى اما نشوف اهدي اما نشوف بس وقالينا كده النانو تاك ده طبعا تركيبت النانو تاك دي ما بتعملش غير عندنا ورينا حتة كده ورينا حتة كده عشان للأسف كمان المعدة انت ليه شايفاه كده كأنه شفاف علشان كل الحاجات اللي موجودة جواه طبعي وزغيرة جدا في النانو سايز اللي هو واحد على مليون من الملي اما انت مذكرة بقى وكيميائية وعملة بقى جامل اما نصول جامل والله اتعبت فاحنا دلوقتي بنعمل ايه بندخل انانو لو حطيتوا الواحده على فكرة من غير المايكرو نيدلينج هو حالي نتيجة لا انا حامل شفتي بسيطة ازاي انا حامل ولا اي حاجة ماشاء الله ماشاء الله مباري حفزتي كل ده حفزتي الناس اللي بتروح تنفخ مش محتاجين تنفخوا يا جماعة ده سيلر طبيعي يبقوا بتعملها الشفاف طبعا على كله وتحت العين وتحت العين وكمان احنا منازلين في اللاينز جديد كمان بدأنا بقى ندخل بصراحة بيتطلب مننا بدأنا ندخل بقى في الكونسيلر الطبي اللي انتي تحطي وهو طبيعي مش بس يداري لا ده يفتح لا استقبل محرقش ده كمان والله العظيم خلاص لا بجد حسب حلقات توجزر اوكي ما تحضليش بقى ندخل دواتي البنية كلها المرسيل لت انجلو على الاختراع الرائع ده اللي انا بجد هجربه معاكي هجربي اكيد ان شاء الله هجربه والنتيجة الهيلة وغششة الستات ازاي عرفوا يا استفدتوا بكلها جاني ايوة وفي الاخر بنقف البقى كل ده بلتنت بتاعنا الطبيعي والليب جلو بتاعنا الطبيعي كلها الوان طبيعية كلها حاجات طبيعية حتى الوانها طبيعية مرسيل لت انجلو على الهدايا الحلوة اللي احنا اهدناها للستات والبنات حبيبنا ايوة ايوة كل دي حاجات طبيعية مش بس بتلون وبترط نورتينا عنوني والله العزيم احنا ترافنا بيكو بجد حشتناكو بس كلكم مش هادتوا بناتي حيات هنعمل سلسلة مع لت انجلو او مع ناد الحوف فيه كده زي ايه زي راحي الماء وش ناخد شعر ناخد ده بزبط جسمه ونشيل وشوف هنستفزي مش هتتلاقي برضو يا ماما هتستفزي حد بالاخر ما تلاقيش انا عرفاك وبقاماك مشاهدتي يا عزيزي وبناتي على الحبيبات حاصل قصير جدا نرجع لكم منها و بس موسيقى موسيقى شكرا